من سيوقف تهريب التاريخ اليمني ويمنع طمس معالمه سؤال يطرحه اليمنيون على الجهات الحكومية وينتظرون إجابته التي لم تلح في الأفق منذ بداية الحرب وحتى الآن لقرون طويلة ظلت اليمن واحدة من البلدان الأغنى من حيث الإرث التاريخي والحضاري إلا أن خمسة أعوام من الحرب كانت كافية لإفقاره ليس في الجانب الاقتصادي وحسب بل في هذا الجانب أيضا إذ كشفت الهيئة العامة اليمنية للآثار عن رصد 66 موقعا ومعلما أثريا تعرضت لضربات جوية خلال الحرب بالإضافة إلى تفجير 35 معلما ومزارا دينيا الحكومة اليمنية اتهمت ميليشيا الحوثي باستهداف مواقع أثرية في مناطق المواجهات وبحسب بيان كانت قد أصدرته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو مطلع العام الجاري فإن ميليشيا الحوثي نهبت المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية من مكتبة زبيد في الحديدة المتاحف هي الأخرى لم تسلم من آثار الحرب وتبعاتها فقد أغلقت ميليشيا الحوثي معظم المتاحف كالمتحف الوطني في صنعاه ونقلت أغلب محتوياته إلى ما وصفته بالأماكن الآمنة تجنبا لتعرضها للاستهداف حسب الدعاءاتها إلا أن أماكنها لم تعد معروفة حتى اللحظة لكن ناشطين اتهموا ميليشيا الحوثي بتهريب جزء كبير من الآثار التي كانت متواجدة في هذا المتحف فيما تم استهداف متحف ذمار بصواريخ التحالف وتدميره بالإضافة إلى تدمير مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف أما المعالم التي سلمت من التدمير بسبب المواجهات والحرب كتلك المتواجدة في مدينة المكلة فقد تآكلت أجزاء كبيرة منها بسبب الإهمال الحكومي في ظل هذه النكبات التي تعرضت لها المعالم الآثرية والتاريخية يبدو أن الحرب لن تكتفي بتدمير حاضر ومستقبل البلاد فحسب بل واقتلاع جذورها التاريخية